أنا مقيم في مكة المكرمة وأريد أن أحضر أم زوجتي لمكة لأداء العمراء ولأداء فريضة الحج إن شاء الله ولكنها سوف تأتي بدون محرم لها فهل يجوز لها ذلك علما بأمني إن شاء الله سوف أنتظرها في مطار جدة وأصحبها لمكة هذا لا يجوز لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا ومعهد ومحرم الحديث لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعهد ومحرم ولا حاديث في هذا كثير رواية في الصحاح فلابد من المحرم للمرأة في السفر سواء سافرت عن طريق الجو أو عن طريق البحر أو عن طريق البر على أي وسيلة كانت من وسائل السفر لعموم الحديث فإذا أردت أن تحسن إليها وأن تحضرها للحج فسافر إليها وأتي بها إلا أن يكون هناك محرم غيرك يأتي بها فهذا واجب أن يصحبها المحرم لا ترجمة نانسي قنقر